طيب حاجة بقى مهمة جداً أختم بها الملف ده عشان مش عايز أتكلم فيه أكتر من كده إن احنا عندنا حاجات أهم خلاص مرحلة يا سلام عبدالفتاح انتهت وخلصت سواف في اتحاد الكرة أو في الاتحاد الافريقي الحمد لله هو خرج من المشهد تماماً خرج من المشهد تماماً إيه بقى المفاجأ اللي عايز أقولها لحضراتكم هو إحنا ليه مصرين على وجود خبير أجنبي هل إحنا بنقول ده بناء على رؤية كده وجهة نظر ولا بناء على معلومات لا بناء على معلومات على فكرة انتو بتختاروا ناس غلط يعني انتو بتختاروا بريرة بريرة أنا هنا أكتر واحد انتقطه رغمني دي قناة الأهلي شعاري النادي الأهلي على الشاشة اللي بيطالب الخبير البرتغالي بس الأهلي عايز تطوير بس انتو بتجيبوا ناس ما بتقدرش تطور فالتجربة هتستمر بريرة هيمشي ويجي خبير بجد يدير ملف التحكيم مش أي حد الناس هتقول لي عندنا كوادر آه عندنا كوادر هل كان فيه تدخلات ولا ما فيش تدخلات انا هقول كلام لا انا مش اقول انا النهاردة هو مش هكال تعالوا نسمع ونشوف الكابتن احمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق ورئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة لما اتكلم على فترة معينة اشتغل فيها من الحكام اشتغل فيها مجموعة من الحكام المصريين السابقين واداروا ملف التحكيم ما بين فترة كيلاتنبرج وبريرة حصل ايه لان الكلام ده غالبا الله اعلم بقى ممكن يكون حصل قبل كيلاتنبرج كمان وهو اللي يسمح ان ده يمشي في فترة فيها رئيس لجنة غيره وهو شايفه بيعمل كده ممكن يعمل ده لما يجي رئيس لجنة فتعالوا نشوف ونسمع صوت وصورة الكابتن احمد مجاهد هو بيتكلم على الخبراء الاجانب في الفترة اللي كان فيها حد مصر بيدير كان بيحصل تدخلات ولا ما بيحصلش تدخلات نسمع انه عندي تعليق مهم كده هقولك على حاجة بقى على الهوى كان الفترة اللي قبلها اللي كانت بتاعت اللي هي من بعد اول موسم واللي قبلها كان فيه تدخلات من خارج لجنة الحكام تدخلات في التعينات وفي غير التعينات وكانت في وسط الحكام كان فيه حكام بيعرفوا انهم هيلعبوا وما تشاهد الناس من خارج اللجنة فيه تدخلات كتير كانت من خارج منظومة الاتحاد في التحكيم في ست سبع شهور الراجل ده لما جهت قفلت الحكاية دي الراجل ده لما جه قفلها ها ده مين اللي بيتكلم ده مش اي حد على فكرة ده المهانسة احمد مجاهد ده نقدر نقولي يعني اكتر واحد بيدافع عن التحكيم والحكام اكتر واحد بيدافع عن التحكيم والحكام والفترة الزهبية للحكام المصريين كدفعها ده احمد مجاهد من ناحية الحصول على المستحقات وكل كافة الحقوق اللي كانوا بيطلبوه فمش اي حد انا مش جايب اي حد ده المهانسة احمد مجاهد اللي بيتكلم وبيتكلم في جزئية مهمة جدا قالك الراجل ده لما جه قفلها ارجعوا للحلقة دي كانت من يومين على فكرة واسمعوا الحلقة بالكامل مدتها كده نص ساعة تعالوا كده عند نص الحلقة في الديه 16 وركزوا في الكلام اللي قالوا انا عشان وقت الحلقة جيبتلكم بس حوالي 30 ثانية الراجل بيتكلم كلام خطير جدا قالك تدخلات وفي حكام كانوا بيعرفوا تعيناتهم من ناس بره اللجنة ليه؟ لان اللجنة ما كانتش هي المسيطرة على التعينات ده الفترة الابل بريرة وبعد رحيل كلتنبرج شوفوا وقتها من اللي ماشى كلتنبرج عشان يديرها بالشكل ده شوفوا وقتها من اللي ماشى كلتنبرج عشان يديرها بالشكل ده شوفوا دلوقتي مين اللي عايز يرجعنا تاني لما هو عصر وفترة قبل كلتنبرج اللي طالعين بارح بيتكلم على ان كلتنبرج بلعب في الخطوط خطوط اللي بلعب فيها وهنا عاديين بنلعب سوبر ماريو على الكمبيوتر يا كابتن عصام خطوط اللي بلعب فيها ما انت عارف الخطوط اصلا كانت بايزة والكابتن محمود عشور عارف ان كانت فيه مشكلة في الفرجان بتاع الفار وهو الراجل عادي تسلل مرة واثنين واثنين عشان يتأكل لانه شايفها بعينه ان القرى هدف بدل ما تطلع تقول لا حصل خطأ والمفروض احنا بنعلم المجردة كنا عملنا كده زي ما قلتن بارح على مطش الاتحاد والداخلية لا انت بتكابر بس انت بتكابر ليه عشان عندك مشكلة مع النادي الاهل ايه اكبر دليل اللي انت قلتن بارح وانت كده قفلت اللعبة قفلت اللعبة شكرا جزيلا على كل كلمة قلتها امبارح ملف التحكيم المصري اتقفل مع فكرة تعيين رئيس لجنة مصري والفترة اللي جاية لما تجيبوا خبير بجد هاتوا ناس بتشتغل بجد ما تجيبوش ناس تبقى حقة صد لاخطأكم في اتحاد الكورة واللي بتعملوه من خلف السطار زي ما سمعنا هؤ من الكابتن احمد مجاهد في ظل وجود مجموعة من الحكام السابقين بيديروا اللجنة في الفترة ما بين كلاتن برج وفيتر بيريرا اشتركوا في القناة